والوقوف أكثر عند ظاهرة تصاعد الخطاب الطائفي في العراق في الفترة الأخيرة وتوقيته ومآلاته ينضم إلينا عبر سكايب بعض اللجنة العليا للمثاق الوطني العراقي الدكتور يحيى السنبول حياكم الله دكتور يحيى الله يحييك ويحيي مشاهدي قناة الرافدين الكرام أهلا بك دكتور يحيى بداية ما سبب هوس الأحزاب الطائفية والميليشيات باستدعاء الخطاب والحوادث الطائفية في الأوينة الأخيرة برأيك هذه الأحزاب أصبحت عاجزة عن تقديم أي شيء للمواطن وقد فشلت طوال عقدين من الزمان من تقديم أي خدمات مما أفقدها كثير من قواعدها الجماهيرية لذلك عادت من جديد للتحشيد الطائفي والعودة إلى المربع الأول بالتحشيد الطائفي كونها تشعر بالنقص أمام جماهيرها لأنها جاءت في الاحتلال وإنها غير قادرة على صيانة سيادة البلاد أو المسك بالقرار السياد والمصير للبلد فأصبحوا تحت رحمة الاحتلال المركب الأمريكي الإيراني لذلك تراهم عاجزين من تقديم أي شيء سوى النفث في الطائفية وتأجيج مشاعر الحقد والكراهية بين أبناء الشعب هذا الخطاب قد نجح بأيديهم في بداية الاحتلال لأن الاحتلال كان يعول عليه في تمزيق النسيج الوطني والاجتماعي للعراق لتحقيق مآربه ولكن شعبنا بوعيه استطاع أن يكتشف هذه الوجوه الطائفية التي تريد تمزيق لحمته الوطنية والمجتمعية فتصدى لها لذلك عاد اليوم من جديد مع اقتراب حملات الانتخابات أو ما تسمى الانتخابات وهي على الأغلب تكون انتخابات مزورة لم يشترك فيها الشعب العراقي سوى نسبة قليلة ولكنهم يريدون من خلال هذه الخطابات وتزوير التاريخ واستهداف التاريخ الإسلامي والرموز الدينية سواء للمسلمين أو المسيحيين أو غيرهم من محاولة لرص صفوفهم أو العبور إلى الضفة الأخرى من خلال هذا الانتخاب ومن خلال هذا الخطاب الطائفي المقيت هذا النوع من الخطابات الطائفية يعني ذكرت أن العراقيين لربما تجاوزوا وكشفوا هذا الخطاب الطائفي والمحرض ولكن الآن هل برأيك ما زال هذا الخطاب يلقى لربما جاذبية يلقى رواجا بين بعض العراقيين وهل له آذان مجتمعية مصغية له هذا الخطاب لا يلقى ذلك الرواج عند كثير من العراقيين ولكنه يلقى رواج عند البليشيات وأولئك الذين مقطوع جذورهم في العراق أو الذين لا ينتبون للعراق مطلقا وقد حققوا كثيرا من الاستئثار بالنفوذ والأموال بالسيطرة على العراق من جراء الاحتلال هؤلاء هو من يمشي عندهم هذا الخطاب الطائفي الذي يسري على حساب مآسي شعبنا وتجويع أبناء شعبه وعلى حساب ما يأن المواطن من حالات البطالة والتجويع التي تجري في ظل هذه الحكومات التي صاغها الاحتلال وقاس على بقاساتها قوانين انتخابه من أجل أن تستمر في التسلط وهي لم تجد ما تقدمه للمواطن سوى هذه الخطابات الطائفية وبث سموم الحقد والكراهية بين أبناء المجتمع الواحد هناك خطة من الحكومة ومن وزارة الداخلية لمحاربة المحتوى الهابط يعني إن لم يكن هذا هو المحتوى الهابط أقصد هنا الخطاب الطائفي ماذا يقصد إذن بالمحتوى الهابط ويعني بأي ذريعة يمكن محاربة مثل هذه الخطابات التي لربما عفوا يعني تؤدي إلى دمار وإلى حرب طائفية الخطاب الطائفي هو أشد أنواع الخطابات الهابطة هناك خطابات هابطة هو يقصد فيها قلة الحياة أن يخرج شخص أو امرأة للحديث بقضايا لا أخلاقية ولكن الخطاب الطائفي هو من أشد أنواع الخطابات الهابطة والمقيتة التي تدعو إلى تمزيق الشعب وإلى تدمير عرى التماسك بين أبناء الوطن الواحد هذا الخطاب الطائفي إلى حد الآن لم يفعل مجلس القضاء الأعلى ولا الحكومة قرارا للوقوف بوجهه وتجريمه بل اتهام من يقوم بذلك بالخيانة العظمى لأن ذلك يؤدي إلى حرب طائفية أو حرب أهلية ولربما لها بداية وليس لها نهاية ولكن هذا هو الهدف الأسمى لهذه الأحزاب المقيتة التي جاءت بركب الاحتلال للتسلط والاستئثار بالنفوذ والسلطات والسلطات وبالأموال من أجل تحقيق أهدافها على حساب دماء العراقي للأبرياء من كل القوائف ومن كل الأدياء نعم يعني ذكرت أن الأحزاب والميليشيات تستغل مثل هذه الخطابات لربما لتنفيذ مصالحها ولتعزيز سيطرتها الآن البلاد كما تعلم مقبلة على انتخابات مجالس المحافظات في هذا السياق ليمكن توقع تصاعد حدة هذه الخطابات الطائفية حتما لأن هذه الأحزاب أخي العزيز لا يوجد فيها حزب يملك برنامج وطني أو برنامج اقتصادي أو برنامج إنمائي أو برنامج لتحسين الحالة المعاشية والخدمية للشعب هؤلاء لا يملكون سوى التنابس بالألقاب والخطابات وتخويف جماهيرهم من عودة هذا الحزب ومن رجوع هذا النظام ومن سيطرة هذه الطائفة ومن إعادة هذا الدين هذا كل خطاباتهم هي خطابات مقيتة طائفية لأنهم فاشلين في تقديم أي شيء للشعب ومن يصدق ويقوم بتسويق هذه الخطابات المقيتة على أبناء شعبنا من البسطة يتصورون إن ذلك سوف يكون أو البقاء على هذه الوجوه الفاسدة أو أفضل من وجود شيء في التغيير القادم لذلك هم لا يعلمون بأنهم يستنزفون في كل طاقاتهم من جراء انتخاب هذه الوجوه الفاسدة التي يجري تدويرها طوال عشرين عاما من حكم الاحتلال وحكوماته التي تسلطت على أبناء شعبنا نعم إذن كنت ضيفا عبر سكايب بعض اللجنة العلية للمفاق الوطني العراقية الدكتور يحيى السمبل شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة